احبائي طلبة وطلبات الثانوية العامة اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ودرس جديد من دروس اللغة العربية ان شاء الله نكمل النهاردة نص غربة وحنين للشاعر امير الشعراء احمد شوقي احب افكركم واذكركم بما قلناه في الحلقة السابقة اتكلمنا عن امير الشعراء احمد شوقي اه وتكلمنا عن مناسبة النص انه وقال النص لما نفي خارج البلاد وفي نفس الوقت تناولنا من النص حوالي مثلا اربعة ابيات شوقي قلنا عارض شوقي في هذه القصيدة البحتوري وكتب هذه السينية وقلنا سينية بذكركم تاني لان القصيدة تنتهي بحرف السين فلو انتهت القصيدة بحرف الراء بنقول رائية لو انتهت بحرف السين سينية وهكذا شوقي قلنا بدأ القصيدة بحكمة وببراعة في استدلاله عالحقائق منطقية موجودة قال ايه اللي فكر معايا قال اختلاف النهار والليل يونسي وافتكر معايا ان شوقي بدأ بحكمة ان تعاقب الليل والنهار بينسي والنسيان علاج لأي انسان عنده هم او متدايق او حزين او سعلان فالزعل والهم والحز علاج النسيان طيب اختلاف النهار والليل يونسي اذا انت تعاقب الليل والنهار انا بذكركم باول ابيات اذكرة للصبا يطلب من طبعا من صاحبك عادة القدماء ان يذكرة له ايام الصبا ايام الصغر الجميلة وايام السعادة وصفة ويوصف له ملاوة وان هناك فرق بين اذكرة وبين الصفة ليه استخدم اذكرة مع اذكرة للصبا مع الصبا لان فترة الصبا فترة بعيدة فترة مرت منذ زمن بعيد فقد ينساها لكن صفة ليه ملاوة ملاوة يعني فترة وصفه ليه فترة الشباب هذه الفترة قريبة وليسه برضو ما يجبرش اوي او فترة الشباب مرت بعلها فترة قريبة فيذكرها ولكن يحتاج وصف ما فيها من احداث ومن امور وصفة ليه ملاوة من شباب صورت من تصورات ومسي هذه الفترة الكلام البيت التالت مرتبط بهذه الفترة هذه الفترة عصفت أي مرت وقلنا أنه هنا عاب على شوق استخدام كلمة عصفت لأنها لا تلاء إما بعدها والجو النفس في القصيدة عصفت أي مرت هذه الفترة كالصبى اللعوبي ومرت مثل الغفلة الجميلة السنة الحلوة ولذة خلسين ثم يوجه الحديث إلى مصر يبقى تكلم في الأول عن أيام الصبى وذكرياته في مصطبلي شوقي بدأ هذه البداية عشان ده سبب لما سيأتي في النص شوقي السبب أنه بدأ كده لأنه يبدأ الناس اتهمته في الوطنية هيبدأ يوضح أن الاستعمار ظالم وأن الاستعمار له سياسة فاسدة وهو أنه بيدخل البلاد يستولى على الصروات يطرد أهلها وهذا يحرم الوطن على أهله ثم يحلل لنفسه أن يعبس بمقدرات هذا الوطن ولذلك يبدأ شوقي وقال وسلا مصر السلا الأولانية معناها اسألوا مصر هل سلا القلب عنها؟ هل نسيها قلبي؟ خد بالك معايا في هذا البيت شوقي يحدث الناس ويحدث أصدقائه ويحدث كل من يسمعه وسلا أنتوا الاثنين كعادة القدماء يا أصدقائي صلا مصر اسألوا مصر هل سلا القلب عنها؟ هل نسيها قلبي؟ طيب أو يبقى خلي بالك معايا موضوع النسيان ده مش معنا من أول القصيدة أنت عندك اختلاف النهار والليل ينسي طيب يعني تعاقب الليل ومرور الليل والنهار بينسي طيب وسلا مصر هل سلا القلب عنها؟ اسألوا مصر هل نسيها قلبي؟ بمرور الليل والنهار أو أسى أو عالجة جرحه يعني جرح قلب الضمير يعود على القلب الزمان المؤسي أي الزمان المعالج إزاي الزمان يكون معالج أنا هفكركم تاني وهقول زي ما قلت في الحلقة اللي فاتت إن تعاقب الليل والنهار ينسي ونسيان علاج إذن الزمان معالج نهاردة نشوفه نكمل مع بعض كلام شوئي لكن بيكلم عن قلبه هو قال وسلا مصر اسألوا مصر هل نسيها قلبي أو أسى أو نسى جرحه أي جرح ذلك القلب الحزين هذا الزمان استطاع أن يعالج جرح قلبي طبعا هيجاوب شوقي ولكن إجابة تانية نشوف مع بعض على الشاشة بيقول كلما مرت الليالي عليه كلما تفيد الاستمرار والعموم أي كلما مرت هذه الأيام والليالي على القلب ماذا يحدث له؟ لا ينسى مع أنه قال في بداية القصيدة تعاقب الليل والنهار ينسي وقال في البيت اللي قبل للبيت ده البيت اللي بيقول فيه وسلا مصر قال لك الزمان المؤسي لكن هنا بيينفي كل الكلام ده ويؤكد حبه وطنيته كلما مرت الليالي على القلب رقّة أي حنّة مرة أخرى والعهد أي المألوف والمعروف في الليالي أنها تقسي يبقى الليالي لها وظيفة هنا تعاقب الليل والنهار وظفت أنه بينسي الزمان اللي مكون من ليل ونهار وأيام برضو ينسي الليالي كلما تمر تقسي ورغم كل التأكيدات دي إلا إن شوقي بيقولك إن قلبي منسيش ولكن دائما يرق كلما مرت الأيام والليالي على قلبي رقّة وحنّة إلى بلادي والعهد أي المألوف والمعروف في الليالي أنها تقسي مستطار هنا إيجاز بالحسف يعني عايز يقول إن قلبي مستطار قلبي ثائر مفزوع خائف مضطرب عندما يسمع صوت البواخر إذا البواخر رنت أول الليل أو عوت بعد جرس إذا نستفين لها لها صوتان الصوت الأول حينما تأتي وترسي على الشاطئ والصوت الثاني حينما تقلع وتغادر يفزع الشاعر ويخاف الشاعر من هذا الصوت لأنه إذان بأنه لن يعود إلى وطنه هذه المرة ولكن عندما تعود السفينة وتطلق هذا الصوت مرة أخرى يكون عنده شيء من الأمل ولكن هذه السفينة طبعاً لا تحمله مرة أخرى مرة الليالي عليه استعارة مكنية والليالي طبعاً مجاز مرسل قد يكون يقصد به السنين كلما مرت الليالي عليه رقة والعهد في الليالي تقصي والليالي تقصي أيضاً أبارة عن استعارة لأن الليالي ليست أشخاص تقصي والليالي أفادت هنا معاناة الشاعر والوحدة طب ليه قال الليالي وما قالتش الأيام لأن الليالي فيه ظلام فيه وحشة فيه وحدة ليدل على معاناة الشاعر وهمومه الكثيرة فهي أدق من كلمة الأيام والعهد في الليالي تقصي طبعاً هذه حكمة صادقة قالها شوقي الليالي تقصي الليالي لا تقصي كما قلت لكم فهي استعارة مكنية شخص الليالي وأبرز أن هذه الليالي لها أثر وهو النسيان والتخفيف من الألام طيب من المحسنات النؤال رقع وتقصي ورقع هنا عكس تقصي إذن هو طباق قلبي مستطار هنا حذف المبتدأ فهو إيجاز بالحذف يعني قلبي المفروض كان قلبي مستطار وكلمة مستطار نكر للتهويل وأيضاً القلب لا يثور فهي استعارة مكنية صور القلب بطائر يرفرف في الصدر خلاص البواخر رنت صور البواخر بأشخاص تصدر أصواتاً حتى تعلم الشاعر وحذف المشبه به وأبقى صفة تدل عليه وهي كلمة رنت البواخر عوت أيضاً استعارة مكنية صور البواخر ذئباً وده يدل على ما يصاب به الشاعر من إحساس شديد وصعب طيب ما زال الكلام عن القلب ما زال الكلام عن القلب فيقول راهب المفروض كان قلبي راهب حذف المبتدأ وقال راهب في الضلوع للسفن فاطن هذه حالة القلب أول شيء هو مستطار أول شيء أنا آسف رقة دائماً يحن إلى الوطن تاني شيء مفزوع وخائف بسبب صوت السفينة تلت شيء بعد إقلاع السفينة يظل القلب راهب يتابع هذه السفينة في ضلوعه فاطن يقذ متابع كلما ثرنا كلما ثرنا أي كلما تحركت هذه السفينة وهذه السفن شاعهن أي ودعهن بنقصه وهذا صوت الجرس والناقوز يبقى المعنى للبيت راهب أي قلب راهب في ضلوعه منتظر للسفن مراقب ومتابع لها كلما تحركت السفن ودعها بنقصه طيب هل القلب راهب زي ما قلنا مستطار نكرة فكلمة راهب نكرة لكن راهب هنا للتعظيم وكناية عن الموصوف والقلب القلب فاطن للسفن فاطن استهارة لأن القلب ليس إنسانا يفطن ولا يراقب فشبه بالإنسان كلما أن تفيد الاستمرار والعموم ثرنا أي تحركت والسفن لا تتحرك بإرادتها فهي ليست أشخاص ولذلك يستعارة مكنية شاعهن أولا لا يودع القلب ليس شخصا يودع وسفن ليست أشخاص تودع فاستعارة مكنية طبعا نفس نكرة أو نقص نكرة للتهول وهي أيضا استعارة طيب ما تنسوش عايزة أفكركم في شيء في البيت الأول إن في البيت الأول في براعة استهلال استهلة وابتدأ بالحكمة الصادقة اللي تدل على الخبرة الكثيرة للشعر فهو التخيل اللي بتكلم اتنين أصحابه واستخدم الإجاز يعني الحسف قال لك اختلافه النهار والليل ينسي أي ينسي الإنسان همومه وآلامه فحزف قلبي أيضا زي في كلمة مستطر وراهب يبقى أنا عندي ثلاثة هنا إجاز بالحسف خلاص طبعا وجعل الصبا أياما للدلالة على الروعة وشدة الجمال لذلك استخدم كلمة مرت استخدم كلمة مرت برضو قلنا عاب عليه كلمة عصفت لأنها لا تلقم الجو النفسي ولكن هناك رأي مخالف أن كلمة عصفت طبعا تلقم عنفوان الشباب خلاص طيب عندنا الشاعر في كلما مرت الليالي عليه طبعا كان دقيق كان دقيق جدا هذا الشاعر في كلمة رنت في أول الليل لأنها تدل على الأمل زي ما قلت لكم السفينة جاية ولكن عاوت تدل على عندما تقلع السفينة في شيء من الألم شيء من الحزن شيء من الضيق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر